للأمانة لما أي حدا يعرف أنه في ممثل شاب بدوره الأول بالدراما رح يلعب شخصية اسمه جود بمسلسل أغمض عينيك عم تعاني من اضطراب طيف التوحد رح يقول أنه والله صعبة فيه مخاطرة خصوصا أنه هو كان عم يكمل شخصية إلى مرحلة طفولة لعبة طفل مميز جدا وزكي وعنده خصوصية بأنه هو صادق طفل بالنهاية اسمه زيد البيروتي بالحلقة 16 وبأول ظهور له قدر ضيفنا يأثبت للجميع وبحرفنا كتير عالية عن طريق الأداء وعن طريق التفاصيل يلي أضافه للشخصية بأنه هو ممثل مشتهد وبأنه نعطرنا حدا مختلف على صعيد الأداء على صعيد الحضور ضيفنا الممثل الشاب ورد عجيب أهلا وسهلا فيك بشام أفهم أهلا وسهلا فيك عبد رمضان كريم وكل عام وانت بخير هلأ صار نقولون سوا خاص في السنة وانت سالم اهلا وانت سالم أهلا وسهلا يعطيكم ألف عافية على مسلسل أغمض عيني الله يعلم فيك شكرا قدمتوا في رسالة كتير مهمة رح نحكي عنها هلأ بتقرير لأنه انت وصناع العمل بشخصياتهم المختلفة قدمتوا مسج للأشخاص يلي بعانوا من اضطراب طيف التوحد على أمل تكون هاي القصة هي ملهمة للناس يلي لسه ما بيعرفوا كتير تفاصيل عن هذا الاضطراب ما كتير قدرانين يتعاملوا معه بطريقة صح شاميرا مدرويش عدت لنا تقرير بخصوص هذا الموضوع بخصوص شخصيتك بمسلسل أغمض عيني رح نصنعه بصوت بتوسعي الحياة العادية هي أبسط أحلام جود بطل مسلسل أغمض عيني أنا بيعرف أني أني مو متلكم يعني أنا هيك يمكن بفرح وبنبسط بشغلات أنتو بتشوفوها عادي بتروحوا مشوار وتعيدوا بقهوة بتروحوا على الجامعة يعني أنا أنا بدي أكون مثلكم أنا بدي أكون مثلكم بأدوات مقنعة وأحساس عالي قدر الممثل وارد عجيب يلفط بأداء المتابعين ويوصل حالة الشب الخاصة بالمجتمع نتيجة إصابته بمرض التوحد من بريء العيون السادقة للذكاء العالي ومع كل معاناته واختلافه قدر جود ينخرط بالمجتمع يدخل الجامعة ويكون واحد من طلاب كلية الهندسة ولما ندقق بتفاصيل حياته اليومية منلاقي إنها مليانة بالمخاوف والفقدان شراكة مهمة حققها ورد من الظهور الأول مع الفنان عبد المنعم عمايري وإلى جانب كل من النجمة مونة واصف وأمل عرفة لا 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 أنا بدي أضل عند مونس أنا يا تيتي شو رأيك تجي تنام عندي وبعنا حيات لأنه ما فيك تبقى ببيت مونس لحالك أبداً ما في لا ما بدي ما بدي قدر ورد نقل حالة الألأ والخوف من حركات إيديه لطريقة كلامه لتفاعله مع المحيط يلي ممكن بلحظة يتحول لمخاوف عم يدور فيها عن الاستقرار رسالة مهمة قدمها الممثل ورد عجيب وصناع العمل بشخصياتهم المختلفة لمرضى اضطراب طيف التوحد على أمال تكون قصة ملهمة لكتار عمي عانوا من اختلافهم بالمجتمع ورد قديش بتشوف انو كنتو كاكاست مسلسال وانت بالتحديد أمينين بمشاعركن وبسد التفاصيل اللي قدمتوها تجاه هاي الحالة وتجاه هاي الرسالة يعني بالبداية صراحة هي كان هدف المشروع من الكادر كلاياتو او صناعة هاي العمل جميعا وعلى رأسهم الاستاذ مؤمن الملة والاستاذ مضر إبراهيم والاستاذ قاسم كان الهدف الحقيقي هو إنساني جدا وهو كان الهدف انو توصل مشاعر هي هاد المسلسل توصل أفكاره وأهدافه الإنسانية تبعه وتوصل للناس يعني والنتيجة إن شاء الحمد لله هيك مثل ما الناس هيك شوي عم توصل عم يكون الهدف مؤسر عم يوصل للبشار وللناس هيك بطريقة لطيفة إنسانية مثل ما كان الهدف الأساسي محطوط فبتوقع يعني إن شاء الله يا رب نكون هيك وصلنا هاي المشاعر ووصلنا هاي الأفكار اللي لازم توصل لكل الناس يعني ويحسوا فيها أكيد يعطيكم ألف عافية على كل الجهود يلي بازلتوا تجاه هذا الموضوع بالتقرير انحكى عن شخصية جود أكيد شكرا لشاميران وشكرا لبتول على هذا التقرير المميز الناس عرفت ورد على أنه جود يعني ظهورك الأول الآن هو أنت جود ولكن ورد بالحياة حدا مختلف كيف يحب الناس تعرفه يعني شو المعلومات اللي حابب تقدمها للجمهور عن ورد والله ما بعرف شو ديقول يعني أنا ورد ورد عجيب خريج معهد فنو مسرحية السنة الماضية 2023 وهي كانت أول تجربة إلي بالدراما فقط لا غير يعني ما عندي شي يقوله غير أنه أنا مختلف يعني غير جهور تماما بالحياة يعني وكانت صعبة جدا أني أعمل هاي الشخصية بأول تجربة إلي هيك شخصية صعبة وأول ظهور للناس يعني قصدي الناس مو بس ما بتعرفني يعني حتشوفني بهيك شخصية فيا حتصير تعرفني يا حت تعرفني ومعد وتبطل تعرف يعني قصدي تقرر أنه ماعد بدي أعرفه يعني كانت هيك الفكرة فهذا أنا يعني هاد ورد رح نسمع شي كمان هلا بس ما رح نقول لك شو هو أوكي يا هاي كيف كون شو أخبار كون هاي لجمهور شام أف أم هاي لجمهور يأغمر عينيك وهاي لورد عجيب اللي نققوني بأغرب عينيك بشكرا كتير لأنه عطوني هاي الفرصة وكتير بحبه لورد عجيب كانت المحبة لإلي وكنت كتير حابة ومبسوط فيها متقلت لورد عجيب لجود الكبير وكنت كتير حابة بأداء ورد عجيب وأنا ساويت رسالة أغمض عينيك من أولا هو كملا من بعدي وكان المحبة مع العالم وشفت المحبة تبعي وتبعه بنفس المستوى وشكرا لجمهور أغمض عينيك ولجمهور كل الدنيا اللي شاتوني وبشكر أستاذ مؤمن الملة وبس باي كنا عم نسمع زيد البيروتي جود لصغير لك حقية الرد على هذا الكلام أشهر من النار على علاهم زيد زيد شكرا يا زيد وأنا إلي شرف أن يكمل بعدك يا زيد زيد ما في منه والله هيك كتير كتير مهضوم زيد وكتير شطور جدا وعن جد بشكل حقيقي يعني عفويته وشطارته والطريقة اللي كان عم يشتغل فيها بهيك حدا بهذا العمر فحملتني مسؤولية هيك أكبر أني أنا شو بدي يساوي بالحق بالتان يعني أنا شلون بدي يكمل هاد الشي اللي كان عامله واللي كان عامله بطريقة جدا عفوية وهيك أتقن الأدوات اللي كان ماسكة يعني فكان محملني مسؤولية صراحة لحتى شو بدي يساوي بالحق بالتاني شلون بدي يكمل كيف حاطلع بشو الطريقة أو شو الصورة اللي حاطلع فيها هل حتكون منيحة حتكون مناسبة هل حتكون ملائمة هل حتكون أصلي سلسة بين بين الحقبة الأولى والحقبة التانية فهيكي بضل فكر أنه بقول أنه بتوقع هيكي حسيت أنه عملت شيء أصلي أنه كملت شغلي كانت معمولة بصدق وكانت معمولة بهاي بتوقع حتكمل بصدق شو ما كانت يعني هيكي هي الطاقة هيكي لبيناتنا كانت لطيفة جدا وإن شاء الله يا رب هيكي شوف زيد بأعمال وأعمال ويكبر وقدامه جدا مستقبل حلوي يعني هيكي مو بس برأيي برأيي الكل مثل ما شفت الناس كلها كانت حابة زيدو نحنا منطمناله كل التوفيق بهاي المسيرة لأنه فعلا طفل مميز جدا الفرق بين مرحلة زيد لما كان عمي لعب شخصية جودو ومرحلتها كان إذا عشر سنة أكيد بيتطور فيهم الشخصية كتير نحنا عم نحكي على الورق ولكن انت بدك تاخد منهم بدك تاخد من الأساسي اللي هي شافه الجمهور وتأسست عليها الشخصية شو هنالشغلات اللي أخدتهم من جود الصغير وبنات عليهم باقي التفاصيل زيد بالشخصية اللي هي جود بالعمر الصغير هو كان البداية هو كان من بداية مسلسلة الحلقة 15 فهو كان الفترة اللي خليني يقل لك التأسيسية لهي الشخصية الفترة اللي أساسا هي الظهور الأول وحتى بالبناء ببناء الشخصية فهي لشخصيات المعون اضطراب طيف توحد بيتم بناءهم بشغلات الأساسية كتير من العمر الصغير اللي هي أساسا بتكون تصرفاتهم وانطباعاتهم وعلاقاتهم مع الناس بتكون بالفترة العمرية الأصغر أوضح وبشكل اللي خليني يقل لك أقوى وتكون هيك حد لحد معين يعني فاللي أخدته من زيد أو اللي شفته من زيد يعني بالحقبة الأولى هو هو الملامح الخارجية النوع عمالة اللي عملوا زيد أو اللي عملت بهاي الشخصية بالفترة الأصغر اللي شفته هيك حساسية اللي كانت موجودة وبالمرتبة الأولى هي كانت أنا حاولت أخذ هي دراسة هاي الفترة العمرية الأصغر عارفت شو لأنه بالحقبة الثانية لما يكبر جود جود بالناس اللي مشخصين بالطرابطة في التوحد بفترة عمرية مثل اللي مرأت تقريباً 11 سنة 12 سنة بهاي الفترة هدول الشخصيات بتتطور جدا بتختلف تماماً يعني قصدي ممكن أنت مثلاً تشوف زيد كان عم يعمل أشياء وتفاصيل بحركاته بالصغر ما عدا تشوفها مثلاً بالفترة الأكبر أو تشوفها كتير خفت كتير شي طبيعي جداً يعني حتى ممكن شغلات تضاعف تزيد وفي شغلات ممكن تختفي وفي شغلات ممكن تتغير تماماً لأنه هاي الشخصيات بتنضبط بقدر معين وبقدر كبير خليني ألاك ومثل ما شفت بالمسلسل يعني هي كانت الأستاذي حضر رجب يعني بوجه لها تحية فترة كبيرة سلام كانت هي المشرفة على جود يعني بهاي الفترة اللي غابت عنها أمه كلا ياتا فهي كانت عم تدربه هي كانت معه طول الوقت هي كانت هي حاوله مع مؤنس كانوا كتير داعمين إلو لحتى ضبطوه منضبط أكتر بحركات وبردود أفعاله وتغيرت أفعاله وتغيرت شغلات لشغلات منضبطة أكتر بتوقع الشغل هاي الشخصية مضاعف لأنه أنت عم تحضر شخصية بدك تشتغل فيها أداء تمثيلي هذا جانب والجانب الثاني أنك أنت بدك تكون مضبوط بتفاصيل هدول الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد شو هنا الأشياء اللي أخذتهم أنت تحديدا من الناحية الأخرى اللي هي من هدول الناس اللي عندهم هذا الإضطراب يعني نحن شفنا حركة الإيدين رمشة العين خبرنا أنت باقي بشكل أساسي هي الأكبر مشاكل لهدول الأشخاص أو لهدول المشخصين بهذا الإضطراب هي العلاقات الاجتماعية اللي حواليهم وعاداتهم الحياتية للتصرفات طبعا بالأخص العلاقات الاجتماعية اللي بيتعرضوا له أنهم عندهم مشاكل حقيقية بالتواصل أو ببناء العلاقات الخارجية فالفكرة هي هاي بيترتب علي نظرات عيون محددة اللي هو أنا ما بيقدر يتطلع بعيون للأشخاص اللي قداموا بشكل حقيقي إلا للناس المقربين منه جدا بيقدر يشوفهم بيكسر هذا الحاجز اللي بهم بنا عندهم حركات متكررة يعني بي مثل إيش اللي أمد إليك أنهم بيفرغوا فيها بيحسوا بالأمان لما هنون يعملوها يعني أزي أنهم تكون ضل متكررة كانت حركة جود أنه هي إيدي بيضلوا ببعض طريقة الكلام الترابط طيف التوحد هو إلو درجات أو درجات كبيرة إلو درجات كتير كتير بالدرجة اللي موجودة بيشجود هي درجة هو بيقدر يحكي بشكل طبيعي أقرب للطبيعي يعني ما رح يكون كتير محسوس ولكن إلو طريقة محددة ما بيقدر يحكي بطلاقة فوحدة من الشغلات اللي هي بهي الشخصية اللي كانت كوان طريقة الحكي اللي هو ما بيحكي بطريقة كثير هيك بطلاقة مع البشر في هيك في هيك طريقة كلامه محددة ممكن بيواجهة صعوبة إنه يسرد قصة منه لحاله هو بياخد أفكار وبيعود يحكيهم شغلات ممكن حاسسة بيحكيها بشكل كتير مباشر وفج خليني يقول لك وفي هيك بطأ شوي بالكلام يعني أصد هدول الشغلات أساسية بشخصيات تربطي فتباح لما حضرت لهم كنت عم تزور لما حضرت لهي التفاصيل زرت مركز معين تعاملت مع أحد هدول الأطفال حتى تأخذ الأحساس أكتر أهلا بالمرتبة الأولى أنا كتير حضرت أشياء وقبل ما أشوف أي حدا أنا كنت حاضر وحضرت أخلام حضرت مسلسلات وثائقية عن عن هذا الاضطراب شفت نمازج أكيد وأنا كنت بفترة من فترات حياتي كنت ساكن بمكان هذا المكان كان جارنا عنده هذا الاضطراب وبتذكره بشكل حقيقي يعني أصد بتذكر تفاصيل عنده وهيكي ما بنساه وكنا على علاقة معهم يعني بنعرفهم بشكل حقيقي كمان رجعت له وحاولت شوف تفاصيله ولا شك أنه الأساد زي اللي معنا بالعمال الأستاذ مضار والأستاذ يزند هو بالمرتبة الأولى يعني هو الأكتنك كوتش كان بالمسلسل هو حرفيا هذا الجندي المجهول اللي موجود كان هو كان كمان مساعد جدا بالشق الأدائي خليني إلك وكان وكان هيكي يعطي بعض الملاحظات لأنه هو كمان بحث ودور واشتغلنا سواء يعني على هذا الأساس فترة وهي هاي كانت بشكل عام القدر جمعك مع أول شخصية لعبتها بالدراما أن تكون هي حدا بتعرفه يعني وهي تشبه الحالة شو ممكن يعطيك رسالة هذا هذا الكلام أو إشارة يعني غريبة أنه أنت حدا جارك عشت معه فترة طويلة أول دور لك بحياتك وأنت ما كتعرف أنه رح تكون ممثل به ذاك الوات طبعا لا غير شغلة تماما يعني بيختر لك دغري أشياء بيختر لك دغري بتتذكر ودغري بتقول أنه هي هي لحالة أول فرصة وأول تجربة أنا كتير ما رح انساها طول حياتي إطلاقا يعني بتخليك هيك ما بعرف لما تذكرته لهو وحتى خلاني أعطاني دافع أني أبحث دور اشتغل أنا من ذاتي يعني شعور كير حلو والله صراحة شعور غريب شعور مثل ما أنت قلت أنه أنت ما أبدا ما كتبت متوقع أبدا ما كتبت متوقع أنك أنت توصل لهذا أنه الحمدلله بالدرجة الأولى أكيد أكيد الحمدلله وبتوقع يعني فرصة عملك ما رح نساه أبدا رجعت تواصلت معه أثناء التحضير لهذا الشخص تواصلت فترة مرة مع أمه اللي هي كانت موجودة وحاولت يعني قصي هيك حاولت قدر روح شوفه بشكل شخصي ما قدرت ما قدرت شوفه ضلت يعني ضلت بشكل شخصي أنا بذاكرتي بتصرفات وهيك أكتر ما التواصل الحقيقي اللي معه يعني مجرد أنه استحضاره بذاكرتي هي لحالة كانت مترسخة يعني بالإضافة للبحثات الكثيرة اللي اشتغلناها يعني بعيدا عن هاي الحالة بشخصية جود بمسلسل أغمض عينيك نحنا بنعرف أنه اللي بيعونوا من اضطراب طيف التوحد بيكونوا مميزين بشي بشكل بشكل عالي بيكون عندهم مهارة معينة هنا كثير مميزين فيها اللي لاحظنا أنه شخصية جود عندها حالة الحفظ عالية جدا والدقة بالأرقام شو سبب أنه اخترتوا هذا التمييز بهذا المكان على بهاي الشخصيات مثل ما أنت قلت في عندها في ناس في درجات منها أو فيها بيكونوا العكس تماما بيكون هنا عندهم مشاكل بالفهم مشاكل بالقدرات اللي خليني لك الزكائية وهي وفي ناس بتتفاوت على عندها أنه العكس تماما يكون عندها شغلة محددة هي كتير زكية فيها هي كتير بشكل لا إرادة هي عندها كتير قدرة كبيرة ومهمة فيها سبب اختيار هذا الشي اللي معجود هي أول شي كانت الفكرة أنه نحن بدنا شي من الكادر الإخراجي شي محدد لجود هو يكون أكيد يعني ملم فيه جدا أو عبقري فيه أو عنده ميزة محددة فيها وفاتت القصة من قصة الدراسة اللي هو يدرسها المعلوماتية والدرجة الكبيرة أو خليني أقول لك الشغلة الأساسية هي هي الزكاء اللي عن جود فالزكاء رحنا فيه على المعلوماتية وعلى هدول الأرقام وعلى وعلى الشغلات البرمجة خليني أقول لك الكودينج وهدول الأشياء اللي هو يعني اللي هو لما درسه لقى حاله أنه كثير منيح فيها وعم يتعامل معاك كأنه ألف باقي تماما يعني هي عنده وياها هي هاد اللي بتفاجأ فيه مؤنس بتفاجأ فيه الجميع أنه فيه شي كثير 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 هيك فاقع جدا أنه كثير مهم بهدول الأشياء هيا بلحظة 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 جود ما نم أدرك هذا الشي أنه عنده لها شي خارق يعني الناس بحسة من الناس أنه يا جماعة أنا لأ أنه هذا الشي طبيعي أنا عرفت لأنه بشكل عام هنا هاي الشخصيات هي الشغلات اللي بيكونوا كتير أزكية فيها أو هيك ما بيكونوا مدركين أكيد أنهم منح فيها بس مولا هاي الدرجة الناس بشوفهم فيها هاي هاي القدرة اللي عن جود اللي اخترتوها هي كانت اللي كانت بتعمل الصراع أنه بمطرح هو زكي وقادر كتير يكون منيح بموضوع الحفوظ ومنصول الوقت سببت له مشكلة يعني هذا اللي هو ما منيح على صعيد العلاقات الاجتماعية سببت له مشكلة فأنت كيف اشتغلت على هاي النقطة كأداء يعني اللي بالنهاية في نص مكتوب هو موجود هاي الأشياء والأفكار وأنت بدك تمشي على هاي النص وبقدر المستطاع تشوف شو فيك تتعدل أو تضيف أو هيك اللي شفته بهاي القصة التورط اللي موجود فيه هي أكيد برجع بقلك جود هو ما نواعي للشي اللي صار إطلاقا وهو يرجع الأمر إله فهو أكيد ما نواقصت كل شي صار بالنهاية وهو طيبته الزايدة أو عفويته خليني يقلك ممكن إي إذا حدا لطيف معه ممكن يضحك عليه ببساطة البساطة تشوف هي بشكل بسيط جدا جود بلحظة من اللحظات إشه عنده حدا وهو الطيبة اللي فيه خلته يدافع عن سارة وقت العزام بيهجم عليها وبيعود بكل بساطة وبكل طيبة بيقول له أنه ليش الباسورد تبعك ليش في غراض على موبايل عزام تقول له الباسورد أم هو بيقول له الباسورد بكل بساطة لأنه حس أنه بده يساعدها حس تعاطف معه فهو عطاها الباسورد عطاها بعض الباسورد تبعا الدكتورة وبشكل عفو جدا عم يطلبوا منه أشياء هو بطبيعة جود أو بطبيعة هاي الشخصيات هنن بيساعدوا هنن ما عند يعني من دون حسبان ما بيحسبوا من دون حسبان هنن ما عند هنن عندهم شغلات محددة بحياتهم أزكية فيه وهنن عاطفيين يعني الشغلات الحياتية وهدول الملعيب بتبعنا لنحن الناس الطبيعيين مثلا أو حتى الأقوال الشعبية وهدول يعني الأفلامات وهدول ما بيفهمون يعني ما بفهم انه هذا ممكن يضحك علي أو يلعب علي لا لا هو عنده يتعامل بالصدق مع الناس كيف الناس تتعامل معه بالصدق يعني يعني أنت اتعاملت معي بالصدق وعنحسك أنه قريب مني أو لطيف معي فأنا قولا واحدا سكون لطيف سكون سادق معك كنتم أدس سيسادق معي الشخصية كمان شفنا لقالها شكل معين شكل جسدي كيف رسمت هذا الشكل الورد كان أكيد له بداية من اللي كان عم يشتغله زيد ولكن يختلف مع البنية الجسمانية وفرق العمر يعني حركته كيف هو بيمشي أنا لاحظت نقلو حنوى معينة مثلا فكيف رسمت هذا التفاصيل مع نقلة الزمان قلت لك بينضبط شغلات كتير وبتتغير شغلات كتير حركة الإيدين يعني بالحزان من اللحظات هي كانت على هاي الفترة انضبط أكتر فهو انضبطت حركاته أكتر لشي لشي هيك إذا ماسك إيدي ببعض أزين شي من الضبط تخليني إلاك وباقي الأشياء اللي هي التطليعات والنظارات هي كانت مستمرة من شغل زيد لهي الفترة وباقي التفاصيل صراحة من البحث والأمثل اللي ممكن تشوفها من الدراسة لهي الشخصيات يعني قصدي انت كيف تشتغل أي شخصية بالحياة انت من الصفات طبعة ومن الأشياء ومن التاريخ طبعة فهي انت بيمبنى عندك أشياء لا إراديا بتطلع بالأداء يعني نحن بالبروفات أو خليني إلاك بالبدايات البدايات على الشغل في أشياء لما مثلا انت تعمل بروفات أو مشهد لما انت تكون دارس الحقبة سوري دارس الشخصية ودارس التفاصيل تبعها والأشياء الهيك الكتير دقيقة فيها لهدول الشخصيات فأنت بشكل لا إرادي بتطلع معك أشياء انت ما بتحس ممكن يعني فيه شغلات بطريقة التم بطريقة الكلام بطريقة الضحك هدول الأشياء هنن ما ننط ما ننط شغلات طبيعية عند هاي الشخصيات فهي بتطلع على الدراسة وعلى البحث بشكل عفوي زائد الشغلات انت ممكن شايفة ممكن هيك بتشوف شغلة بتطور عليها يعني بالبحث الدنيا الظهية وهيك بتطلع شغلات حقيقة لا إرادية بدنا نكمل الحديث على موضوع الشكل كتار شبهوا ورد بزيد من ناحية العيون كان في هاي التفصيل الكل انتبه لألا كنتوا شغلين عليها بطريقة معينة من ناحية الميكوب أو شي ولا هو طبيعي يعني هذا السواد يلي نحنا كنا شايفين أنه عيونك هو ما في لون أسود ولكن يعني بقريبين كتير كان في تقاءة هلا هو لا شك أنه هو يعني من اختيار الإخراج والكاستنج اللي صار على هاي الشخص لا شك أنه صار في أقرب للصدفة خليني يقول اللي جمعت أو الصدفة اللي 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 اللتقى هاد حدا مع الكاستنج اللتقى هاد الشخص وهاد الشخص اللي آخر يطلعوا بالصدفة أنه بيشبهوا بعض بشكل حقيقي أكيد أنه كانوا عندهم أكيد هدف أنه هنون يدوروا على حدا بيشبه بعض بس أنه التقى حدا بشكل حقيقي فيه شبه بحسب بين وبين زيد مثلا بالعيون وهيك فهو بشكل طبيعي هو هذا التقارب خليني يقول بالشكل بس نيرمين الماكرة اللي معنا نيرمين وزير يعني هي اشتغلت على تفاصيل هيك صغيرة كتير بتبين هذا الشبه يعني مثلا هو زيد عنده رموش طوال شوي واضحين بعيونه نيرمين هيك اشتغلت على هاي الرموش مثلا يعني هاي الرموش حاولت تتقارب العين شوي بتشبهها فأزي عملت الرموش معه فأزي باللحظة من الحضار تشوف فيه شي تقارب أكتر صار وشي قدمه زيد كان بمشاهد آخر أو أحد المشاهد اللي قدمه زيد مع استاذة أمل عرفة كان مشهد المسرح بالكواليس لما بتعانقوا بيكون هيك مشهد حميم بين اتا عملت النقيد لما هي طلعت من السجن واجه بدت ضمك وما وانت رفضت لأنه قلت لك وعدتك ترجع وما رجعت في الحلقة الخمس طبعا صار في هاد المشهد طبعا هي بدو هي بدو عالي لا تروحي وصار العكس بالحلقة 16 لا في المشهد اللي كان هو يقدم العرض المسرح وكان هو وريع وانت عملت النقيد كيف كان الإحساس بنيت على هداك المشهد هكا حالة لافتة للأمانة بالنص حتى هي الحالة جدا صعبة إذا بدك تشوفها بشكل خارجي يعني قصدي لمثال أنت ما بتعرفه بالحياة هي حالة كتير كتير صعبة فما بالك أنه هيك شخصية وهيك ظرف فأكيد هي ح تكون صعبة جدا وعلى طريقة على الأداء يعني قصدي كان يعني قصدي كانت صعبة ليه قصدي لأنه لما المشهد اللي بكون فيه مع المدام أمر كنا بنا نعمله للحظة صفنط صار تقول أنه أنه يعني الحقبة اللي صارت قبل والمشهد اللي مع زيد وضح وضح قصدي أنه هنو متعلقين ببعض وقديش قديش المدام أمل هيك كانت حساسة بهذا المشهد جدا وزيد كان كتير فأصد هو المشهد كتير كانت قيل على الصعيد الحسي فالناس انزعل جد فيه ودايت أكتر فلما صار اللقاء بعد فالناس توقعت أنه هل رجعت وحتى نحل الأمور وكذا فكان الصدمة أو النقيد تماما أنه لا أنه ما فيك أبدا تعملي هيك ما فيك أبدا تغيبي إذا عاش 12 سنة وتجي هلأ تتعاملي معي بكامل الطبيعية أنا أنا كإنسان طبيعي ما رح شوي اتقبل أو ححس فيها شوي بغرابة كبيرة وقاسية عليها سنسمع مشهد من مشاهد شخصية جود ونرجع من كفية تفاصيل هذا الموضوع كنا نسمع واحد من مشاهد شخصية جود بمسلسل أغمض عينيك وكنا قبل نحكي عن المشهد الذي ترجع فيه حياة من السجن وتواجهها بحالة قاسية أنه أنت رفضتها كواليس هذا المشهد مع أستاذة أمال عرفة مشهد فيه كتير أحاسيس ومشاعر بده كيميا مهمة فكيف كانت البروفات لألو كيف حضرت ولو سوا أنا هذا المشهد لما قرأته وخاصة أنه بأول حلقة بالحقبة الثانية من الحلقة 16 فمن أول ما كنت عم بقرأ شلته حطيته على الجناب قلت هذا خليني ما فكر فيه لأنه 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 كنت كتير أكل هم صراحة وخاصة أنه أول حلقة يعني أصلي مو بعد حلقتين ثلاثة كذا شوي هيك الحياة تاخد نفس مو المسلسل بشكل خاص كان كتير صعب لما قرأته على الورق كان صعب كنت كتير أكل هم قيمة بدو يتصور وقيمة اليوم وخاصة أنه لسه هيك قريبة من مدام أمال فكنت كمان كان عندي هذا التخوف طبعا أنه كيف يصير كيف يتصور وفي شغلة كتير خاصة أنه أنت كشخص طبيعي كنا عم نقول وما لك علاقة بالتمثيل تصير تفكر أن الممثلين لما تتلاقى معهم أو تلتقى معهم بالحياة حتى كيف حيكونوا بالطبيعة حيكونوا مثل التمثيل اللطيفين ومثل بيعملوا شخصيات وهي فما بالك أن أنت جاي مشهد هيك قده مع المدام أمل فكنت دايما نقول أنه كيف حيصير كيف حيكون المشهد كان صعب كتير وهيك عندناك كذا مرة بس كانت الإعادة يعني قصدي كانت تشحن الأمور أو تشحن المشهد بحد ذاته مرة على مرة لحتى هيك في مرة المرة التي تأخذ فيها يعني قصدي كان هيك كان كتير مؤسلة قصدي هيك دايائنا دايائني بشكل دايائنا كل اللياتنا بشكل حقيقي هي كيف ريحتك قبل المشهد والله ما محتاج تعمل ولا شي ما حتاج تعمل شي ولا شي لحتى تريحني لأنه لأنه هي هي مجرد أنك تشوف أنت بترتاح بشكل أوتوماتيكي وبدون ما تعمل ولا أي شي كتير كان العكس تماما من الجميع مو بس المدام أمل يعني كان عندي هذا التخوف وأبدا يعني من أول لقاء كانت ما في ألطف مننا وكانت هيك مريحة جدا وأبدا ما حسسني بشي بالعكس هذا اللي خلي يمكن المشهد دغري يكون هيك بعفويته وخلص خلينا عم نعمل المشهد بشكل حقيقي نفهم ونحسه ونشتغله الشراكة الثانية المميزة اللي كانت لشخصية جود بشكل مباشر كانت مع شخصية مؤنس اللي قدمها الفنان عبد المنعم مع مايري زايد لما استضفنا كاني إنا أنه أستاذ عبد المنعم كان يجاكره بقلب التصوير أكيد الحالة اختلفت معك كيف خلقته كمال الكيميا بين أتكون أكتر شي أستاذ عبد تعرفت عليه بالشركة كنا وقت اللي عم نعمل بروفات كنت قاعد أنا وكان في بروفا بدنا نشتغل هك شي فإجي الأستاذ مدر إبراهيم قال لي بدي عرفك على أستاذ عبد تعال فكان موجود هو بالشركة فأنا الوهلة الأولى ما عرفت ميل أستاذ عبد يعني قصدي لهذه الدرجة لأنه قلت له رايح إنه رايح مع وقمت رايح معه فأنا عطريه من اللي اللي نفت لجوه سطور ميل أستاذ عبد إني تعرفت لي أستاذ عبد إنه إنك إستاذ عبد في كتير إيه ففي إيه لأ أنا يعني ما خطر لهذه الدرجة إنه لأ أنا هللا بدي أشوف لتعرف علي ففتت لجوه على المكتب آم آم أنا قلت لحالي هلأ هاي التوتر لأستاذ عبد كيف بده يكون نفس القصة وخاصة أن الدور يعني الدور كبير مشاهده كتير مع الإستاذ عبد فلازم لازم تنخلق هيك علاقة أو أريحية أو حالة أريحية تنبنى على كل المشاهد بشكل حي آم فتت آم وهيك إيجي لعندي وضمني ضمني ضمني بشكل أنا ستقول لا أكيد هلأ أكيد عم يمزح وأكيد عم يمزح وعم يمزح وعم يبيني مقلب لأ مستحيل هيك يصير مستحيل أول لقاء هيك يصير يعني آم لأ كان العكس تماما العكس ما كنت تتوقع أبدا كان كتير مريح كتير رطيف آم فاجأني على كترمانو آم حقيقي آم ممثل وفنان عظيم يعني الأستاذ عبد على الصعيد الإنساني والشخصي رهيب يعني صراحة شو أصعب مشهد اشتغلته أنت بيا وأصعب مشهد بالمسلسل ككل هلأ بيطلعوا هون نفسه لا والله مو هيك صراحة ما فكرت بشكل حقيقي شو أصعب مشهد في كيل مشهد صعبين لأنه آم لأنه مشاهد جود كل ما يتوت يعني أغلبهم في حالة آم صعبة أنك توصلها أنت بلحظة من اللحظات يعني هي أغلب مشاهد صعبين يعني ما نونسهلين أبدا بس يعني في مشهد هيك في مشهد أو بشكل عام المشاهد اللي صارت بالمشفة الفترة المشفة هي وقاتل اللي بفوت لعنده لموريس بيكون وبتقرأ له الرواية آم وقاتل اللي بفوت لعنده على العملية بيكون بالعملية بفوت على غرفة العملية هذا كان مشهد صعب وبحبه كتير وفي مشهد بالحلقات الجاي يعني بيتعرض جود ل لأزي لنوبة هلع بيتعرض لأزي يعني يعني هيك توتر حقيقي عليه يعني بشكل بشكل مباشر كتير مباشر بشكل كتير مباشر كان كانت توتر جود بهاي اللحظة كتير يعني كتير هو وصل لمرحلة يعني توتر جدا فكانت هي من أصعب يعني من المشاهد يعني بشكل عام مشهد صعب 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 هو مشهد مشهد صعب يعني مشهد كلها أغلبها صعب حسيا خليني يقول لك يعني ما في مشهد محدد يعني هو العمل كلها على كتير مانو بتشوفه بتنبسط وقدشه عن جد هيك لطيف ومشاهده رايق أو بسيطة وما بتداي أنتوا عم تشوفها على كتير ما هي التفاصيل الصغيرة أو هدول المشاهد البسيطة هي الصعبة صعب بشكل هيا زاكرت أنه في كتير مشاهد إحساس فيها عالي وواضح هذا الشي على الشاشة للجمهور المشهد أكتر يزن نقول يعني متعب مرهق نفسيا من ناحية أنك أنت بدك تشغل كتير أحساس وكتير مشاعر سواء شاركة مع أستاذ عبد المنعم أو مشاهد هذا المشهد اللي عمل لك عليه اللي جاي اللي جاي هذا لأنه كمان عدناه عدناه كزا مرة فأزي وإنتا كنت بكل مرة بدك تتوتق يعني أزي توصل نفس الإحساس ونفس الكزا فبلاحظة من اللحظات أزي يعني باع الإعادة على الإعادة فأنت بتوقف هيك تامل أنه مهلي يدرانبق فإنه هنزيد بلحظ فإنك ترجع تشحن حالك وإنك ترجع تفوت بالمشهد وتشتغله فأزي كان صعب يعني بشكل حقيقي ومشهد الفوت على العملية تبعا مؤنس قبل هذا بعيدا عن أنك تشغل كتير شغلات هذا اللحظة الوحيدة أو الأكتر لحظة اللجود هو فات تأثر بشكل حقيقي يعني هو الآن المشخصين بإضطراب طيف التوحد بيبكوا بينزل لهم دموع يعني أزي ما عندهم هذا الدفق المشاعر أو هذا التفاعل ما عندهم هذا يعني أزي هو ممكن يدايق منك يكون كتير حاسس بشي بس مضروري كتير يكون واضح بشكل مشاعر ودموع وتشليخ ومن هذا الحقي فأزي باللحظة اللي بيفوت لعند مؤنس بالعمليات هي هي اللحظة اللي كانت ممكن أكتر حسيا عن جود لأنه بلحظة خاف يخسروا وهنون هدول الشخصيات مثل ما قلت لك هنون ليش نحنا لازم هيك عن جد نفهمهم وعن جد نحس فيهم ونتعامل معهم كتير بصدق وحب لأن هنون كتير كتير سادقين كتير سادقين وكتير لما لما يحبوا حدا ولما يحسوا أنه هاد الشخص بيحبهم وبيصدق وبيهمهم أمرهم فكتير بيكونوا سادقين معهم وكتير بيخافوا ويخسروا بيحسوا أنه هاد هو الملجأ الوحيد هم تحكي كتير بيصدق لأنه كان أنت عشت يعني أنت عشت حالتهم يعني أنت في فترة بشكل حي أكيد عم تطلع من الشخصية وترجع لورده ولكن هي عايشة جواتك طبعا فكانت صعب وهذا الموضوع كنت عم تطلع بسرعة ولا كان مأسرع عليك والله يعني أنا بالبيت يعني أصدقين بحكم أنه أنت كل يوم عم تصور كل يوم عم تصور وشو اسمه الأوردر بيكون كبير أو طويل باليوم يعني أصدقين بنقعد فترة منيحة فأنت إذا ما عم تعمل شي ما عم تعمل شي إذا عم يعني إجباري حتى تتأسر فكيف بهيك شخصية أنا برجع على البيت أحيانا بيكون لساتني معلق يعني أصدقين لساتني يعني بكون أحيانا والله العظيم بفكرة التواصل بالنظر وبالعين والله العظيم في فترة رجعت على البيت يحكوا معي أهلي مثلا أنت عم تحكي معي كن ما عم بقدر اتطلع فيهم يعني أصدقين لا كنت مثلا طبيعي وشي وهيكي بس ما بقدر حط عيني بعين للأمي مثلا أول هيكي بعدين أقول لك شبك شو صار لك والله العظيم تكون عم تحاكيني فأنا عم بقول لك لا مدرش يعني أزماها ما بقدر حط عيني بعيني بفترة طويلة عم أنصر تقول ماذا عم يصير يا أصدي للحظة عن جد دخلك للشخصية كتير العين أصدي ممكن أنك عم تتعود عم تضل تعمل هالحركات وأشياء وهي الفكرة حارفين بلحظة من لحظات تتورط هيك بشكل لا إرادي فأنا برجعت على البيت حارفين أنصر تعمل هيك أنه ما أم بقدر تطلع بأمي عم يقول له لا أمك حتى الأستاذ مؤمن يعني أحيانا مثلا طلعت من المشهد وقفنا بنا نفوت على المشهد اللي بعده أو مثلا يجي يعطيني ملاحظة أو هيك فييجي لعندي يقلي نخلص المشهد بعد ما نفوت على المشهد اللي بعده فنقلت الديكور والأشياء الكاميرات وكذا كون قاعد هيك عم يجي عندي قليل ورده هلأ المشهد اللي بعده وكذا مده شو هيك كيفة بتلقيني أنا لساتني مهاء بيقلي هدي هدي فكي طلع شوية خلني أنا نحكي شفاعدين يعني كمان بلحظة حتى بالحكي بالطبيعي صرت معلق شوية إيش باري ورد اثنين أربعة هو اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد وانت قدت شخصية على علاقة بشكل مباشر بهذا الاضطراب شو رسالتك بهذا اليوم لكل الأشخاص اللي بعانوا من هذا الاضطراب رسالتي كحدة هيك فترة من حياته خليونه هاي الفترة اللي مرأت بحكم المسلسله بحكم الدور اللي أخدته كتير كتير أنا هيك فخور ومبسوط أني أنا بهاي الفترة تقربت وبحست وشفت وسمعت ناس من هدول الأشخاص وكتير سعيد جدا لأنه هيك عرفتهم أكتر يمكن في شغلات أنا ما كنت بعرفها عرفتها في شغلات كنت شايفة بطريقة صار تشوفها بطريقة تانية ويعني بتوقع هذا اللي لازم يوصل للناس بشكل مباشر أو غير مباشر يعني من المسلسل أو بشكل عام بتوقع يوم العالمي للتوعي بمشخصين بيتربط أو بالتوحديين خليني أقول بدي أقول أنه عن جد لازم هيك نفهمهم لهذول الأشخاص أكتر ونشكل صورة حلوة جدا وللناس اللي ما عندهم صورة نخلق لها هي الصورة ونخلق بحب كتير لأنه أشخاص بيستحقوا كتير الحب ويستحقوا كتير الفهم بالدرجة الأولى ويستحقوا التعامل على أنه هنه الأشخاص الطبيعيين وأقرب للطبيعيين لأنه هنه التشخيص اللي هنه مشخصين فيه أزيه هو هذا الطراب يعني فهو هنه أقرب للطبيعيين هنه ناس بتحب ناس بتحس ناس أزكياء ناس يعني أزيه بيفهمه يعني إنسان بالنهاية هو يعني أزيه مثلنا مثله مثل أي حدا يعني ممكن فيه أنا ممكن مضطرب أنا يعني أزيه نحن كلاتنا مضطربين بشكل حقيقي التراب طيف توحد ولا يعني أزيه كلاتنا مضطربين وعننا أنا واسق عنا طيف توحد عنا بكلياتنا بدرجة منه من درجاتي بتصرف بحياتك يعني بشكل عام فأصدي هنن مثلنا مثلن أشخاص يستحقوا الحب ويستحقوا الفهم وبتمنى كل حدا من هاي الأشخاص ومن هدول الناس يضلوا دائما هيك جميلين ولطيفين مثل 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 جوت كمان نحن نقول لهم إنه نحن نحبهم كتير وإنن جميعا يستحقوا المحبة كل حدا عنده هذا الاضطراب اضطراب طيف التوحد وورد أنت كمان تستحق كل المحبة على الصدق وعلى الاحترافية وعلى المجهودات اللي بذلت بأول دور لإلك شاء الله ألف مبروك هذا النجاح ويا رب منه للأعلى مبسطنا أنك كنت معنا بشام FM شكرا جزيلا شكرا هايكا إذا بتسمحوا لي بس هيكا بدي أشكر عن جد الكاست كلها تبدي أشكر الأسهادز المخرجين اللي كانوا القائمين على هذا العمل على صناع العمل كلاياتهم شكرا إليهم جدا كلهم على هذا النجاح الحمد لله وسعيد جدا لأني كنت مع هيك أسهادز وممثلين وعلى رأسهم المدام ونواصف اللي اللي ما بقدر يحكي ولا شي غير شكرا إليه يعني ويعطيهم ألف عافية جميعا أكيد يعطيهم ألف عافية هيك ما نكون وصلنا لختام حلقة أبواب لليوم منلتقي بكرة الساعة وحدة ظهر من هون لوقت تضلوا بألف خير وإلى اللقاء